إذا كانت السرقة من حسابك المحلي سواء الجاري أو التوفير أو غيره وغالباً حساب الجاري عندك إجراءات أول شيء إذا كانت الاتصال هذه مهمة إذا كانت طريقة النصب عن طريق جوال أو رسالة ترسل رسالة إلى 3-0 ثم يردون عليك مباشرة إذا رسلت من جوالك تخيل معي لما ترسل رسالة لهم يقولك مرحباً مشعل مرحباً رياض يرد باسمك هل مثلاً حصل لك عملية نصب عن طريق رسالة أو اتصال تقول رسالة أو اتصال ما هو الرقم الذي جاءك من خلاله تحط الرقم في تواصل معك الذكاء الاصطناع هل يردون عليك ثم يوقف ذلك الرقم أو الشخص الذي يحتال لك هذا أول شيء ترسل رسالة 3-0 3-3-0 وتخبرهم عن نصب اللي جاءك أيضاً تتواصل مع البنك مباشرة لأنه هناك سياسة موجودة في البنك المركزي أنه إذا حصل نصب والاحتيال خلال الساعة الأولى توقف العملية بمعنى إذا كانت الحوالى مثلاً من مصرف محلي أو بنك محلي إلى بنك محلي آخر وانتكلمت بنكك مباشرة أنا والله حصل لي نصب وحتيال وفلوسي راحت في الحالة هذه خلال الساعة الأولى البنك يوقف العملية مباشرة ونعرف قضية في نفس الموضوع هذا أكلمهم خلال خمس دقائق البنك ما تعاوم معه فاشتكاهم على البنك على اللجان العامة للمنازعات والمخالفات التنمويلية والمصرفية اشتكاهم على اللجنة هذه واللجنة قالت نتأكد إذا كان فعلاً قالك أنه العملية بتوقف ولا وقفت فالبنك يعوضك عن أموالك البنك يعوضك عن أموالك أيضاً تتواصل مع البنك المركزي وبمناسبة إذا تواصلت مع البنك أنه حصل لك نصب وحتيال يجب على البنك أنه يخبر البنك المركزي فهذه الأشياء أهم من أنك تذهب للشرطة بعض الناس يجي هلع وخوف ويروح الشرطة مباشرة الشرطة غالباً هي إجراء تسوي الشرطة لكن السرداد أموالك أهم من معاقبة المجرم الآن أن تبغى فلوسك تجيك الآن لذلك تعامل مع بنكك تعامل مع 3-3-0 3-3-0 تعامل مع البنك المركزي في نفس الوقت ثم يذهب إلى الشرطة فهذه الأشياء مهمة يجب على الإنسان أنه لما يكون ضحية نصب وحتيال أن يطبق هذه الأشياء